السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد وكالعادة على قناتكم جيمز بارك وإن شاء الله في هذا الفيديو سوف نستمر معكم في سلسلة التعرف على الخطات الجديدة وكذلك اللاعبين لكن في هذه المرة وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على خطة جديدة هذه المرة ليست خطة خاصة بفارق بل خطة خاصة بمنتقب وهذه الخطة سوف تعجبكم إن شاء الله لأنها سوف تكون قريبة بعض الشيء من خطة 4-4 يعني نفس الأشياء يعني تعتمد على النفس السريب اللاعب يعني تمركوز اللاعبين فقط مختلف كالعادة يعني يا أصدقاء هذه الخطة سوف تكون مفيدة لك في الحالة الهجومية والدفاعية وسط ميدان كذلك محترم وجيد وبناء اللاعب يعني بشكل رائع يمكنك العتمد عليها في أي أسلوب اللاعب يعني تعتمد عليه سوف تكون هذه الخطة مفيدة لك وهذه الخطة هي خاصة بمنتخب مشهور ومعروف ومن بين أفضل المنتخبات في العالم ولديه يعني اللاعبين رائعين هذا المنتخب ولذلك أنا قمت بتجربة هذه الخطة آآ يعني أعطتني نتائج جيدة لذلك قررت أن شاركها معكم يا أصدقاء في هذا الفيديو لذلك لا تنسوا لايك اشتراك في قناة تفعيل زر الجرس وترك تعليق وحفز لنا والآن لنبدأ هذا الفيديو ونتعرف على هذه الخطة أولا كالعادة نقوم بالضغط على اكسترا ثم يوز الانفورميشن ثم دريم تيم ثم نضغط على بيس تيم وسوف يدار معنا جميع الأشياء هنا أوروبا أمريكا أفريقيا وكذلك آآ آسيا وكل شيء نقوم باختيار أمريكا الجنوبية يعني هذا المنتخب هو من أمريكا الجنوبية نقوم بالنزول الاسم نضغط على الناسيونال هنا أو الناسيونال ثم نقوم بالنزول وندغط على البرازيل سوف نختار خطة منتخب البرازيل وهي خطة الرائعة ومحترمة بشدة أي أصدقاء نقوم بطغط على جيم بلان ثم نقوم بالضغط على المدرب نقوم بالضغط على فورميشن تشينج ثم وتظهر معنا الخطة هذه الخطة يخاصة بخطة اربعة اثنان واحد ثلاثة هذه الخطة الأصدقاء كما تعلم يمكنك اللاعب هنا بلاعب ام اف او يمكنك تحوله الى سام اف لكن سوف ألعب بهما كام اف لأن سوف تكون لديهم ادوار هجومية ودفاعية رغم انهم وسط ميدان مهاجم او ام اف يعني سوف يكون اللاعبين يؤدي معي بشكل جيد صراحة يعني وهذه الخطة تكون منسفة لجميع السريب اللاعب منها الاستحواذ الهجمات المرشدة سريعة قرات طويلة او في الهجمات المرشدة او كذلك اللاعب على الاطراف يعني لديها يعني جناحين رائحين مثل انصفاتي وكذلك امضابل لذلك هذه الخطة سوف تكون جيدة معي وكذلك سوف تكون جيدة معكم في اي اسلوب لعب تعتمدون على ايها الاتقاء كما يمكنكم ايضا الاعتماد على هذه الخطة يعني هي خطة مشابهة لخطة اه اربعة واحد اثنان ثلاثة كما تشاهدون هنا يعني فقط في خطة اربعة واحد اثنان ثلاثة تجد ان هذين اللاعبين هنا الايم اف يعني متقدمان بشدة لكن في خطة منتخب البرازيل اذا ما نقوم بنتغط على منتخب البرازيل تجد ان هذين الايم اف قاموا بنزول بعض الشيء ولذلك هذه الخطة هي جيدة لان هذين الايم اف سوف تكون لديهم ادوار دفاعية وسوف يعطي يعني كذلك اه اداء جيد في الهجوم لكن اذا قمت باعتمد على خطة اربعة واحد اثنان ثلاثة الموجودة ضمن الخطط هنا تجد ان هذين الايم ايف يسعدون هنا وكذلك هنا وبهذا سوف يكون لديك مساحات كبيرة في وسط الميدان وسوف تعاني يعني بكثرة اه في عدة مباريات لان وسط الميدان الخاص لك سوف يكون فارغ ليتواجد فيه فقط ايه سوف يكون متجواجد فقط كيميش اللذي العلقة دي ام اف او ارتكاس وبالتالي دفاعك سوف يكون في خطر وقت تتلقى العديد من الاهداف رغم انه سوف يكون لديك يعني مهاجمين كثر ويمكنك تسجيل اهداف كثيرة لكن سوف تتلقى الكثير والكثير من الاهداف بسبب ضعف وسط الميدان الخاص بك كما يعني ولا يمكنك بناء اللاعب من الوسط لانه لا يوجد اي لاعبين يعني سوف تعاني كذلك في بناء الهجمات رغم انه لديك مهاجمين لكن قد لا تصيرهم الكرة لديك انصحك بالاعتماد على خطة اربعة واحد اثنان ثلاثة الخاصة بمنتقى البرازيل لان هذه الاي ام افونا يا صديقي سوف يقومون ببناء الهجمات ويعني سجيل اهداف يعني القيام بالتمرير وكذلك اه يكونون جيدين معك في الاسلوء يعني في اه الدفاع يعني لن يكون وسط الميدان الخاص بك فارق وسوف يكون فيه يعني ثلاثة لاعبين وتلاثة لاعبين في الهجوم يعني هذه الخطة سوف تكون مناسبة وجيدة معكم هي والاصدقاء انصحكم بتجربته والان يعني اللي نقوم بتجربت هذه الخطة على عرضية الميدان حتى انا رأي يعني الاداء الخاص بها وهذه هي الخطة يا اصدقائي كما تشاهدون يعني خطة رائعة وبصراحة سوف نعبين الان وهؤلاء يعني هذا هو الفرق الخاص من فرق بايرمينخ اما بالنسبة الاطقم يعني المنتقى بالبرازيل اطقم محترمة وجيدة يمكنكم الاعتماد عليها اصدقاء فهي اطقم رائعة بصراحة وكالعادي اصدقاء او مع بداية المباراة اول شي نقوم بالعديث عن الصراحة في هذه الخطة هو وسط الميدان بصراحة وسط ميدان رائع يعني افضل شيء فات الخطة حتى انه اذا كان هذه فقط ثلاثة لاعبين يعني في وسط الميدان ولاعبين منهم اعم اف ولاعب واحد فقط ارتكاز في وسط الميدان في هذه الخطة هو شيء جميل بصراحة لان كيميتش وميسي وريبيري في الخطة الخاصة به يعني كانوا منسجمين وهناك وسط ممتل يعني وسط يساند الهجوم يساند الدفاع يعني هذه الخطة لديها خط وسط رائع سوف يساند الهجوم ويساند الدفاع ويعني يجد تجد حلول انظر هنا كيف يقوم ميسي بالدخول يعني في العمق يعني في الهجوم يقوم باعطاء تمرير حاسمة وتسجيل الهدف الاول يعني انظر الى ميسي يعني انتقل من الوسط الى ان يساند الهجوم واعطاء تمريره يعني رائعة انفراد امام المرمى كنت استطيع تسجيل لكن فضلت ان امرر الى هالند يعني كنت استطيع تسجيل بان صفاتي فقد قررت التمرير الى هالند وعندما يقوم يعني ان نقوم بخسارة الكرة تجد ان ميسي لا يوجد الان في الهجوم يعني ميسي متواجد في الخلف هنا انظر اين يتواجد ميسي في وسط الميدان هنا وسوف يتيح لك خيار يعني حتى يمكنك الدفاع به وعندما تقوم باخد الكرة او تكون الكرة بحوزتك سوف تجد ان ميسي يصعد بسرعة للمساندة الهجومية كما في هذه اللقطة هنا كما سوف تجد ان انباطي هنا لكن سوف تجد ان ميسي يقوم بالمساندة الهجومية وهو اللاعب الذي سوف يعطي التمرير التانية يعني في المرة الاولى قام بفتح يعني اللاعب ويعطى انفراد لان صفاتي في المرة التانية قدمه تمرير حاسمة في هذه المرة للاعب هالند يعني ميسي واو اللاعبين الذين يكونوا في مركز الامف دائما ما يكونون هم المفيدين وهم مفتاح اللعب في هذه الخطة لذلك إذا كان لديك لاعبين IMF جيدين وإذا كان لديك ميسي فهذه الخطة سوف تكون مفيدة لك جدا 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 يصدع ولن تخسر أي مباراة بعد اليوم لأن هذه الخطة تعتمد على وسط الميدان وطريقة بناء اللعب وكذلك أسلوب اللعب الذي يمكنك الاعتماد عليه في هذه الخطة فهو أسلوب الاستحواذ لأنه وسط ميدان جيد يمكنك اللعب التكتاك وكل شيء وكذلك الهجمات المرتدة بالاعتماد على اللاعبين سريعين كأن سوفاتي أو مبابي أو هالاند وكريم عظيمي يعني العديد من اللاعبين الذين قمنا بشرحهم أو اللاعبين سريعين وهذا الهدف لم استطع القيام بسجيله في المرة الأولى سجلت فقط الإعادة بصراحة ميسي هو الذي قام بكل شيء في هذه المباراة أعطى انفراد لأن سوفاتي أعطى أسيس لهالاند وقام بتسجيل هذا الهدف الرائع بصراحة من مكان بعيد يعني في الزاوية التسعين لحارس مارماء نويار يعني أن ألعب الآن ضد فارق بايرام يونيخ وهو فارق قوي بالصراحة لكن هذه الخطة يعني لن تجد مع أي مشاكل وسوف تجد أنه لديك العديد من الحلول الهجومية هو لديك قوة دفاعين عند خسارة الكرة تجد أن الكرة تسترجع بسرعة الفارق يضغط ويضغط لمدة تسعين دقيقة يعني حتى عندما تقوم بفقدان الكرة تجد أن اللاعب الخاص بك تجد أن اللاعبين أو شلس يضغطون على اللاعب الذي يحمل الكرة من الفارق الخصم ولن يتركوه حتى يأخذوا منه الكرة يعني فور ضياء الكرة تعود لك مرة أخرى وتقوم ببناء الهجمة يعني لن يستطيع الفارق الخصم حتى تجاوز وسط الميداني يعني نحن نقوم بإضاءة الكرة ثم تقوم بالرجوع علينا مرة أخرى يعني هذا هو الشيء الجميل في هذه الخطة هو أن اللاعبين يقومون باسترجاع الكرة بسرعة ويقومون يعني بإعطاء تمريرات والإنسلال خلف ظهر مدافع الخصم لذلك كل ما عليك هو الاعتماد على لاعبين سريعين إذا كان لديك لاعبين في رأس الحربة يعني لاعبين رأس حربة سريع وأظهر كذلك يتميزون بالسرعة فهذه الخطة مميزة لك وسوف تكون مفيدة لك جدا جدا يا صديقة ما يمكنك كذلك الاعتماد على اللاعبين آي ام ايف مثل ميسي أو دي بروين صراحة إذا كان لديك ميسي دي بروين في مركز آي ام ايف كيميتش في مركز الدعمك أو الارتكاز فأنت محظوظ يا صديقة لأن هذه الخطة سوف تكون جيدة معك وأكثر وأكثر من جيدة يعني هذين اللاعبين ميسي وهالا وعفوان ميسي ودي بروين في مركز آي ام ايف سوف يقومون باستعادة الكرة وبناء الهاجمات والتسديد والتسجيل يعني وكذلك اعطا تمريرات حاسمة اعطا انفراضات واكيميت كذلك سوف يساعد الهجوم مدفع سوف يكون لديك وسط ميدان خرافي لأن هذه الخطة تعتمد على وسط الميدان بشكل كبير وبناء اللاعب من الوسط وكذلك التيكي تاكا او الهاجمات المرتدة السريعة وهذه احصائية المباراة امامكم الاصدقاء كما تشاهدون وهؤلاء هم نجوم المباراة يعني اللاعب الام اف ورؤوس الحرب